الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح الفل يا فندم صباح الفل أستاذة هندو أستاذة فرح وصباح الفل على كل السادة المشاهدين صباح الفل عليك يا دكتورة طمينين بقى عشان كنتوا قايلين أنه الأيام الجاية إن شاء الله هيكون في موجة كده من الطقس السيء عايزين تقول لنا أكتر والطمينين أكتر عن اليومين الجايين إن شاء الله هو طبعا إحنا أصدرنا بيان من الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم الأحد الماضي بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الثلاثاء أمس وتستمر حتى يوم الأحد القادم إن شاء الله بدأت بالفعل الحالة أمس على السواحل الشمالية البلاد زي ما كان متوقع على السلوم متوحدة براني الأسكندرية النهاردة المتوقع تديد كميات الأمطار على هذه المناطق من السواحل الشمالية ويتمتد أيضا لبعض المناطق من الوجه البحري والدلسة ويمكن أكثر مناطق ممكن تتعرض نهاردة الأمطار في الدلسة كفر الشيخ والبحيرة الأمطار هتكون النهاردة من متوسطة الغزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على محافظات الجلدة بداية من غدا الخميس إن شاء الله الأمطار تكون من متوسطة الغزيرة ورعضية على السواحل الشمالية تمتد أيضا لمحافظات الجلدة وتصل الأمطار من خفيفة المتوسطة على القاهرة يعني جوكرا إن شاء الله متوقع فرصة القاهرة بداية من غدا الخميس إن شاء الله يوم الجمعة والسبس والحد تزيد كميات الأمطار إلى حد الماء تكون متوسطة الغزيرة ورعضية سواء على الساحل الشمالية الوجه البحري مدن القناة القاهرة شمال ووسط سيناء أيضا شمال ووسط سيناء الطبيعة الجغرافية ممكن تخلي الأمطار تتحول للسيول في بعض المناطق وطبعا بها نتيجة للورتفعات الموجودة في سيناء أيضا فرص الأمطار الموازلة موجودة على شمال السعيد من الجمعة حتى الأحد سواء المينيا الفيوم بين السويس لكنها كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة إن شاء الله الحالة بصفة عامة تصمت حالة متوسطة شدة إن شاء الله ما فيش منها أي ألأ يعني لا تقارن بالحالات اللي حصلت العام الماضي سواء في مارس 20-20 أو كوبتوبر أنا ده اللي عايزة سأل حضرتك عليه دكتور إيمان لأن في ناس كتير على السوشيال ميديا بدأت تقارن وتقول هي شبه الموجة فاكرة كده حضرتك أطلق عليها عصفة التنين تنين عايزة فعلا فهل هي يعني حاجة بالطموية أنها مش مشابهة لها لا ولا مشابهة للعصفة التنين ولا مشابهة للحالة اللي كانت في 22 أكتوبر 2019 في نسبة توقيت تقريبا هي أقل منهم إن شاء الله أقل منهم بكثير مش هيكون فيها خطورة ما فيش مشاكل لكن طبعا السوشيال ميديا عملت ضجة فضيعة وعمل التهويل للحالة من قبلها في أكتر من عشر أيام أحنا بنطمن سادة المشاهدين الحالة المتوسطة وإن شاء الله ما يكونش في قلة لأن كافة أنجزة الدولة واخدت تعبزاتها بصورة كبيرة جدا كل المحافظات فعلت غرف الأزمات وطبعا إن شاء الله ده يخلي أنه ما يحصلش أي مشاكل على مستوى الجمهورية صحيح إن شاء الله كنا يعني مع الموجة اللي جاية اليومين جايين دكتور إيمان الدرجات الحرارة هتوصل لكام؟ هيبقى فيه انخفاض فعلا في درجات الحرارة من يوم الخميس لليوم الأحد هتوصل لـ 25 درجة على القاهرة انخفاض من 4 إلى 5 درجات ده هيكون أثناء النهار أيضا هتنخفض أثناء الليل فهنشعر ببرودة أثناء الليل والصباح البكر بنأكد طبعا أنا أستاذ المشاهدين لو خارجين بالليل أو الصفح بدري خصوصا لأصلح في المدارس ليفضل الملابس تكون ملابس خارثية وطبعا من الإنخفاض ده مش هيستمرنا معينا هترجع درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله طب دكتور إيمان هل موجة التقس السيئ دي والأمطار هل هيصاحبها مثلا رياح هتكون مثيرة للريمال والأتربة ولا هتكون فقط أمطار بس ونخفض في درجات الحرارة بالليل لا طبعا الأماكن اللي هيكون عليها أمطار راضية دايما بيكون معها نشاط رياح وإصارة الأتربة فأنا يداري نقول ممكن استواحل الشمالية يكون معها بعض الإصارة الأتربة ممكن مواطئ من الواجه البحري وممكن أيضا على القاهرة لكنها ما بيكونش أتربة الفترات طويلة هي مجرس بتكون مع الصحب الراضية وهي الأمطار هتكون يعني يعني في أي وقت من اليوم مع دكتور إيمان تقريبا الصبح أكثر لا طبعا يعني ما بيفضلش تحديد وقت معين من اليوم لكن نقدر نقول مثلا القاهرة الخميس هتبدأ من بعد زهر اليوم فرصة القاهرة يوم الخميس يوم الجمعة والسبت والحق هتكون متغيرة على مدار اليوم يعني ممكن من فترة الصبح تهدى شوية وبترجع تاني إلى عصر يعني فترات متقطعة من ده هيأثر على حركة الملاحة البحرية دكتور إيمان هيأثر على حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط هيكون في فعلا النشاط رياحة البحر المتوسط ويؤدي لإقتراب الملاحة البحرية البحر الأحمر مش هيكون متأثر بالحالة إن شاء الله إن شاء الله كان آخر سؤال دكتور إيمان عايزين نعرف إن شاء الله هتنتهي يوم الحد درجات الحرارة هترجع ترتفع تاني هترتفع خليلا طبعا يعني ممكن ترتفع درجتين تلاتة لكن مش هتعود طبعا للارتفاعات اللي احنا كنا بنشاطة فهنبقى في جو طبعا معتادل بقى جو الخريط الجميل بتاعنا إن شاء الله إن شاء الله من شكورك دكتور إيمان شكرا جزيلا دكتور إيمان شكرا وكيل مركز الاستشعار عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليومين دول نخلي بالنا زي ما دكتور إيمان قالت برضو نتقل شوية